أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بخسبان والمجن والشهر يسجدان والزمان رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا من الميزان وقيم الوزن بالرسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنار فيها فاكية والنظر ذات الأنار والحبب العزب والريحان فبأي آلاء ربك ما تكذبا خلق الإنسان من سلصال كالفخار وخلق الجنم من مارد من النار فبأي آلاء ربك ما تكذبا رب المشبين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبا مرد منهما برد غر لا يبغيا فبأي آلاء ربك ما تكذبا يخلق منهما يخلق منهما المغرب والمرجا فبأي آلاء ربك ما تكذبا فبأي آلاء ربك ما تكذبا فبأي آلاء ربك ما تكذبا يخلق منهما فبأي آلاء ربك ما تكذبا فبأي آلاء ربك ما تكذبا سنطرق لهم أيها الثقلاء فبأي آلاء ربك ما تكذبا سنطرق لهم سنطرق لهم سنطرق لهم سنطرق لهم سنطرق لهم سنطرق لهم فبأي آلاء ربك ما تكذبا ما تكذبا سنطرق لهم سنطرق لهم لهم سنطرق لهم سنطرق لهم سنطرق لهم فبأي آلاء ربك ما تكذبا فيومئذ لا يسأل عن ظنبه إنس ولا جدان فبأي آلاء ربك ما تكذبا يغرف المجررون بسيما فيخذ بالنواصص والأخضار فبأي آلاء ربك ما تكذبا هذه جهنم التي يكذب بها المجررون يتوفون بينها وبين حميم آلاء فبأي آلاء ربك ما تكذبا ولمن صار مضام ربه جنتان فبأي آلاء ربك ما تكذبا ذواتا أخمن فبأي آلاء ربك ما تكذبا فيهما من آلاء تجديا فبأي آلاء ربك ما تكذبا ذواتا أخمن 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 فبأي آلاء ربك ما تكذبا هل جزاء والإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبا مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبا فيهما علنان الله خطان فبأي آلاء ربكما تكذبا مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبا فيهما خطان حسان فبأي آلاء ربكما تكذبا حور المقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبا لم يتنفهن إعزوا قبلهم ولا مجال فبأي آلاء ربكما تكذبا مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبا مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبا مدهامتان فبأي آلاء ربكما وعملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انتباطا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع المصر من ترى من الجتور ثم رجع المصر فرطينيا قلب إليك البصر خاص يوم هو حصير ولقد زيننا السماء أغنيا بمقابيح واجعلناها ردوما للشياخين وأعطبنا لهم عذاب السعير وللذين جبروا بربهم عذابهم إنما وبقسة مصير إذا ورقوا فيها سسعوا لها شيء ويتفور تكاد طبيعهم من الغي قل لما ألقي فيها موجود سألت حزنتها ألم يأتك النذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نصدر الله من شيء وقالوا لو كنا نسمر أو نعلم ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسفقوا لأصحاب السعير إن اللذين يخشى ربهم بالغيب لهم مغفردهم وأجلهم كذبين وأصدروا قولهم أبدهروا به إنه عجل بذات السدور ألا يعلمنا خلقوا ولذيك على لكم الأرض ظلولا ففششوا في مناكبها وظلوم الرزق وليلهم نشور أأمنتم ما في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا يتمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نظير ألم يرسل عليكم حاصبا ألم يرسل عليكم فوقهم صفا فاكدهم ويعيب ما ينزكهن إليه الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو الجود للم يقصرهم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك بالله بل لجوه في عدو ونشور أما ما يمشي مكبا على وجه أهدا أما ما يمشي سستيا على صرات مستقيم قل هو الذي أمشأهم وجعلهم السماء والأبصار الأفئدة قل إلى ما تشكرون قل هو وللي ذرأتهم في الأرض ويليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند غراي وإنما أآ نذير مبين قل لما رأى الزلفة تسيئة قدره الذي من كفر وقل لهذا الذي كنتم به تتدعون قل أرأيتم إن أهلك من الله ومعي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب الأليم قل هو الرحمن آممنا به وعلي ذوقنا فتتعلمون من هو شيء الظلام مبين قل أرأيتم إن أصبح مماءكم غورا فمن يأتيكم بماء المعين